إذا شبع نطاح حكاية شعبية تونسية يروى أن حطباً كان يعمل بجد واجتهاد لتوفير قوت أطفاله ورغم ما يبدله من جهد فإن المال الذي يتحصل عليه لا يكفيه لشراء ما تحتاجه عائلته فشعر باليأس وضوق صدره فقرر السفر إلى بلد آخر لعله يجد عملاً يوفر بعض المال ينفقه على أطفاله ترك العائلة في حالة من الخصاصة وخرج يبحث عن التراء شاهد وهو يسير في طريقه شيخاً نحيل البنية يرعى ثوراً هزيلاً يكاد لا يقوى على الوقوف من شدة الهزال وكان الثور كلما ابتعد عن الشيخ يرعى في مكان آخر منعه الشيخ بقوة تعجب الرجوع من أمر الشيخ وتقدم نحوه يستفسر عن سبب حرمان الثور الهزيل عن الشبع فقال له الشيخ إذا شبع عن طح شأنه شأن الإنسان استغرب الحطاب كلام الشيخ وفهم هذا الأخير ما يدور في خلد الحطاب فأدخل يده في جيبه وأخرج خيطاً طويلاً رقيقاً وقال للحطاب خذ هذا الخيط وعندما تصل أمام البحر امسك بأحد طرفيه واربط بطرفه الثاني حجراً صغيراً وألقيه بالبحر ثم انتظر ماذا يحدث اختفى الشيخ والثور وبقي الحطاب مبهوتاً ثم قرر أن يعمل بنصيحة الشيخ صاحب الثور الهزيل وما أن ألقى بطرف الخيط نحو البحر حتى طار في الفضاء ثم هوى بلطف في أعماق البحر فوجد نفسه في قصر في غاية من الروعة وأمامه امرأة جميلة كأنها أعدت نفسها لاستقباله وكان يبدو عليها ملامح الثراء والجاه رحبت به صاحبة القصر وعرضت عليه الزواج والتصرف بأملاكها فوافق في الحين وأصبح من كبار الأثرياء بعد مدة قصيرة كان جالساً بدكان تجارته فتقدمت منه امرأة تريد شراء بعض الثياب فأعجب بجمالها وعرض عليها الزواج فاشترطت عليه أن يطلق زوجته إن كان متزوجاً فوافقها على ذلك وعاد عند المساء عبوساً ولما سألته زوجته عن السبب انهال عليها شتماً وسباً دون الذنب واستمر على ذلك الحال أما زوجته فكانت تعامله بلط وتعمل على استرضائه إلا أنه أصر أخيراً على طلقها فاشترطت عليه قبل الطلاق أن يصطحبها في جولة أخيرة معه خرج الإثنان يسيران جنباً إلى جنب في صمت وسكون حتى وصلا إلى الشاطئ وقفت وراءه وعلى حين غفلة دفعته إلى الماء وهي تقول له إذا شبع نطح ولما قام وجد نفسه بين يدي الشيخ صاحب الثور الهزيل ورفع الشيخ رأسه بيدو وكاد الثور يفلت منه فقال له الحطاب أمسكه جيداً إذا شبع نطح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر